تذكر انه الله هو الجالس على العرش ولما نقول انه الله استوى ولا جلس على العرش احنا بنتكلم في تعبير انسانية لكن بما تشبهونني يقول الرب صعب انك تشبه الله بتشبهات مشارية لكن منبسط اللغة بحيث انه الله شايف الله سامع الله عارف هاي كل التشبهات هي اللي بتتكلم عن الله فعندما نقول الله جالس على الارض يعني متسلط في مملكة الناس هو المتحكم في كل شيء لم يقل في مزمور ستة واربعين كفوا واعلموا اني انا الله اتعالى بين الامم اتعالى في الارض الله بقول اهدى يعني بكلمات اخرى اصمت الرب موجود الرب حي الرب مازال على العرش هو المتسلط هو المتحكم في ممالك الناس